هلا والله وأهلا بالأصدقاء حلقة اليوم كده جاني طلب كثير من الأصدقاء والمشاهدين إنه نعمل تحليل كامل لشركة تنسل طبعا أنا أعطيتكم اليوم في الحلقة الزبدة طبعا لما نعمل أساسمين بتكون أكثر وأطول بكثير من كده بس إحنا شان تكفي الحلقة في عشر دقائق حنحاول نركز على أهم النقاط اللي موجودة في هذه الشركة وطبعا نحن نشتغل بفورمات جديد فرجاء نعطيوني رأيكم في الكومنتس إيش رأيكم بالفورمات نبدأ بشركة تنسل ومكونات هذه الشركة خمسة أو ستة أشياء رئيسية نقدر نقول هذه الشركة يعني اقتصاد دولة متنوعة بشكل كبير زي شركة علي بابا نبدأ في قطاع الجيمينج وهي رقم واحد في الصين من ناحية بي سي وموبايل غير كده الريفينيوز رقم واحد في العالم يعني إيرادات الشركة هي الرائدة في مجال الجيمينج حول العالم كله لما نخش في الكومينيكيشن وعندها أكبر آب في العالم واستطعت في 2021 أنه تصير رقم واحد في العالم بأكثر من بليون وميتين واربعمية مشترك شهري 1.2 بليون منثلي يوزرز اكتيف يوزرز فرقم كبير القريب منه والشركة القريبة الوحيدة منه هي شركة فيسبوك واللي احنا مستثمرين فيها أيضا من ناحية الموبايل براوزنج هي رقم واحد من ناحية الموبايل سيكوريتي رقم واحد في الكلاود بيزنس ودايما أتطرق إلى موضوع الكلاود بيزنس أنا الكلاود بيزنس يعني نقدر نقول شركة أمازون عشان على كبر شركة أمازون من ناحية الإي كوميرس ومن ناحية المبيعات الكلاود بيزنس بترجع وبتدخل أرباح أكثر لشركة أمازون من الإي كوميرس بيزنس علي بابا رقم واحد في الكلاود شركة تنسنت رقم اثنين وانا من وجهة نظري الكلاود هو المستقبل لانه حيثير وصار مرحلة الديجيتيزيشن في العصر الحديث بسبب الكورونا الان اصبح كل شيء ديجيتل مبيعات كل شيء صار ديجيتل يعني نقدر نقول من ناحية نخش في القطاع الثالث بالنسبة ليهم وهو الفين تك وتقدروا تقولوا هما رقم اثنين بعد أنت جروب من ناحية الفين تك اللي هي الشراع عبر الانترنت وهم عندهم اكتر ترانزاكشنز في العالم شركة وي باي المقدمة من شركة تنسنت في قطاع الديجيتل كونتنت وفي الفيديوز عندهم اكبر بلاتفورم في الصين من ناحية سبسكريبشنز رقم واحد في النيوز نفس الشيء في الميوزيك وعندهم في الكتب نقدر نقول انه شركة تنسنت يعني بنتكلم احنا ستمية بليون دولار الماركت كاب هي تعتبر اكبر ماركت كاب في الصين اكبر حتى من شركة علي بابا تمانين في المية من سكان الصين بيستخدموا منتجات هذه الشركة نشوف الان ونركز على قطاع الكميونيكيشن او الشات وهم في الفين وعشرين كانت رقم واحد فيسبوك لما تجمع فيسبوك واتساب فيسبوك ميسنجر فيسبوك البلاتفورم الرئيسية وانستجرام هي رقم واحد كانت في الفين وعشرين في الفين وعشرين استطاعت ويتشات انه تتغلب على فيسبوك وخلينا اديكم فكرة معينة عن الفرق بين فيسبوك وتنسنت او ويتشات فيسبوك في النهاية عندها في الميسجينج واتساب في السوشال ميديا عندها الفيسبوك بس حتى الان فيسبوك ما قدرت تخش في القطاعات المختلفة تنسنت او ويتشات قدروا يخشوا في مجال الشوبينج الان مثلا سبتحوا الابليكيشن بالنسبة لي الثيرت بارتيز اي واحد عنده منتج يقدر يحط منتجاته في ويتشات ويبيعوا وياخدوا هما كوميشن فأشان كده دخلوا في مجال في مجال الشوبينج عن طريق jd.com وغيرها تقدر تحجز سيارة وتعمل بوكينج لسيارة زي اوبر عن طريق ويتشات تقدر تطلب اكل عن طريق ويتشات نفس الشيء زي اوبر ايتس تحجز اوتيل طيران كلها عن طريق الاب هذه ويتشات غير كده تقدر تدفع زي بايبال وفيزا وابل باي تقدر تدفع المنتجات حقتك عن طريق ويبيعوا يعني نقدر نقول انه هادي الاب سوبر ااب و 22% من ارباح الشركة من ارادات الشركة عن طريق الكمينيكيشن او ويتشات نخش على القطاع الاخر وانا طبعا مني خبير في مجال الجايمينج بس اللي عارفوا انه هم عندهم التوب ريفينيوز في الجايمينج league of legends بالنسبة ليهم clash of clans بالنسبة ليهم crossfire call of duty online p.o.p.g كمان نفس الشيء فاللي يفهم في الجايمينج رجاء ان يعطينا كده في الكوميز يقول لنا ايش رأيه بالجايمينج حقونهم بس بيقولوا انه الجايمينج حقونهم هي اللي مكسرة كل شيء يعني لو نشوف مثلا ال overall revenue ال p.o.p.g رقم واحد ثاني واحد honor of king كلها تابعة لتنسنت من اصل اول عشرة يعني اول اثنين من اصل اول عشرة كلها تابعة لتنسنت من اكثر الدونلودز اول اربع اول اثنين من شركة تنسنت في عندنا هنا شركة علي بابا فعندك يقولوا في الجايمينج هم مسيطرين على اسواق العالم كلها غير اذا هم ما يملكوا هذا الاب هم مستثمرين فيها و 29% من ايرادات الشركة بتكون بسبب الجايمينج نخش على القطاع الثاني والثالث واللي بنتكلم عنه تنسنت فيديوز هو بيتكلم ميوزيك فيديوز لايبرري وكتب وبوبليشنج وهم رقم واحد يعني رقم واحد من ناحية الادفرتيزنز في هذا المجال نقدر نقول انه تنسنت ميوزيك عندها 881 مليون مشترك تخيلوا رقم كبير 56 منهم بيت سبسكرايبرز فانت بتتكلم هم هذا نفس نظام شوبافاي نفس نظام سبوتافاي ونفس نظام يوتيوب ميوزيك مثلا عندهم سبسكرايبرز مرة كثير من ناحية تنسنت فيديوز عندهم 123 مليون بيت يوزر نتفليكس عندها 200 مليون بس انت مو بعيد عنها عندك 123 مليون سبسكرايبرز فرقم كبير خاصة انه هذا يعتبر فقط 19% من ارادات الشركة فنقدر نقول هذا فيه مرحلة نمو عالية سيكون وقطاع ممتاز نجي نخش على البزنسيز والبيد الفينتك والبيد بزنسيز وعنده زي ما قلنا انه تنسنت تقريبا تتحكم ب40% من البايمنت في الصين بعد علي بابا اللي هي رقم واحد من ناحية مثلا الفينتك بزنس عندهم كمان ويلث مانجمنت لون والكلاود ويلث مانجمنت هي عبارة عن انه مستثمرين ويديروا اموال المستثمرين وغير كده بتعطي قروض للناس ريفينيوز تعتبر 29% من ارادات الشركة عن طريق ايضا الكلاود او الفينتك بزنس فكمان قطاع تقدروا تقولوا حيشهد نهضة كبيرة لما نيجي مثلا نخش بمن آلية والطرق اللي انا احب استثمر فيها دائما احب طالع في كذا شيء اول شيء بغى اشوف مثلا ارباح اي ارادات الشركة في 2016 كان 151 اليوم صار 482 النمو مرة كبيرة اكثر من يعني ثلاثة ضعاف تضاعف النمو حقهم خلينا نشوف مثلا من اهم النقاط اللي انا احب اشوفها احب اشوف الـ Operating Income الـ Operating Income ايش يعطيك؟ Operating Income يعطيك بفر غير يعني الـ Operation حقية الشركة والزبدة حقية الشركة قديش بتنتج لك قبل ما تخش في موضوع التاكسس بدل ما تخش في موضوع الاستثمارات قبل ما تخش في موضوع الـ Interest فيعطيك الـ Operation بالضبط مهم جدا انه تشوف النمو في الـ Operation وزي ما انتو شايفين النمو نمت اكثر من اربع مرات الـ Operation من 56 في 16 الى ده حين دخلنا في 184 في 20 فنمو جدا عالي خلينا نشوف كمان ارباح الشركة والنمو من 41 الى 160 هذا بالبليون وبعملتهم اليان فنشوف مرحلة نمو عالية جدا بالنسبة للشركة انا ما احب استثمر الا في شركات اشوف واشهد فيها نمو عالي لانه كده معناها هتنمو في المستقبل لما نشوف مثلا احب اخش بتفاصيل الشركة في الربع الماضي وكده الربع يعني من 18 الـ Q1 كانوا بيدخلوا 73 بليون الى اليوم 135 بليون فالنمو قاعد يشهد فيه مختلف القطاعات في مجال السوشال ميديا والسوشال نتوركينج يعني ما يقدر يزيدوا اكثر من كده يعني هم اردي تقريبا كل سكان الصين بيستخدموا المنتج حقهم فما زالوا 22% من ناحية الجيمينج وقاعدين يتقدموا لانه موضوعها global اكثر مقدر يتقدموا موضوع الـ online advertising ونفس الشيء سابتين من ناحية الفينتك بانكينج وقاعدين يزيدوا فتقدروا تقولوا في كل المجالات قاعدين يتحسنوا ويرتفع اربعهم نيجي نخش على النقطة اللي ثانية وبنتكلم هنا عن موضوع يعني المارجنز في النهاية انا دايما احب استثمر في شركات يكون المارجنز فيها ممتازة لما نيجي مثلا نطالع ما حتطرق الى جميع هذه المارجنز بس هذه مهمة انه تكونوا عارفين اليوم حركز على موضوع الـ gross margins بتتكلم يعني انتاج المنتج بالنسبة لشركة تنسنت لما بيكلفهم مثلا نص ارباح الشركة او بعد ما يتكون الشركة الـ revenue بيروح تقريبا 45% ربح هذا رقم مرة مرة كبير بالنسبة للشركة زي كده لما نيجي نخش مثلا على الـ net profit margins وبتتكلموا 35% يعني هذه من اكثر الشركات بيخش رصاف الربح من بعد ما ينتج المنتج لو نيجي مثلا وكثير من الاصدقاء بيسالوني على قطاع السيارات ومستثمرين في قطاع السيارات تسلا نيو الـ net profit margins بالنسبة لقطاع السيارات 6% تخيلوا 6% يعني بعد ما يبيعوا وبعد ما يدفعوا للموظفين يبقى ربح للشركة 6% شركة 10 cent انت بتتكلم اكثر من 35% يعني رقم مرة 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 كبير وما في شركات زي كده الا الشركات التكنولوجي الكبير لشان كده الناس يحبوا يستثمروا في شركات التكنولوجي نيجي مثلا وانا اتكلم هنا على من وجهة نظري ليش مكونات وليش هذه الشركة عندها economic mode عالي لما نتكلم economic mode يعني هذه الشركة يصعب منافستها يعني تخش واحد ويحاول ينافس هذه الشركة من وجهة نظري صعب جدا ليش؟ اول شي عندهم من network effect لما نتكلم network effect عندهم 1.2 بليون مستخدم تخيلوا كمية ال data والمعلومات اللي عندهم تخيلوا انه تبقى تحاول تخلي 1.2 بليون يغيروا app ويروحوا app ثاني مرة مرة صعب غير انه تكلمنا انه هذه الapp هي super app تشتري فيها منتجات تشتري فيها سيارة تحجز سيارة تحجز اوتيل تدفع فيها ففي النهاية كل امورك وحياتك الشخصية بتستخدمها عن طريق هذا الapp و80% من سكان الصين بيستخدموا هذا الapp فنقدر نقول ثاني شي brand monopoly مين منافسها؟ لا يوجد اي منافس لها في الصين حتى عالميا يعني في النهاية الا ممكن شركة فيسبوك بكمية ال data بس زي ما قلنا مختلف الاسواق تماما لانه فيسبوك ممنوعة في الصين فتقدر تقولوا ما عندها اي منافس من ناحية ال data والمعلومات ما في احد عنده معلومات قد شركة تنسنت وقد شركة فيسبوك وجوجل طبعا فتنسنت من وجهة نظري وتشوفوا الان انا موضوع ال data وكيف يستفيدوا منه في السلايد اللي بعده من ناحية النمو ونتكلم احنا قلنا قطاع الجيمينج ومتوقعين انه مو فيه 13% سنويا للعشر سنوات القادمة تنسنت رقم واحد قلنا من ناحية الجيمينج ماركت وبيتكلموا 1.140 بليون دولار الاندستري تتوقع انه تنمو في الخمسة سنوات القادمة الى 300 بليون دولار فالقطاع نفسه قطاع الجيمينج حينمو معناها تنسنت حتنمو بشكل كبير غير كده دخلوا شركة تنسنت في مجال الهيلثكير ومجال الهيلثكير يعتبر 1.5 تريليون دولار في الصين دولار امريكي احنا بنتكلم باي يعني متوقعين يرتفع الى هذا الرقم في 2025 خليني اعطيكم على سبيل المثال كيف تنسنت تقدر تتعامل بموضوع وبدأوا يتعاملوا فيها بهذا الموضوع موضوع الهيلثكير تدور على دكتور تشوف اكثر ريفيوز على هذا الدكتور تخش على هذا الدكتور عن طريق الاب ويتشات تبدأ وتستخدم هذا الدكتور تستخدم الفيديو كونفرنسيز احنا قلنا عندهم فيديو كونفرنسيز في قطاع البزنس مرة كبير تستخدم الفيديو كونفرنسيز حقاتهم تدفع عن طريق الاب يعملوا الكلاود والاي اي اي بين الدكتور وبين الابليكيشن هما اللي يسووا لانهما دخلين في مجال الكلاود فعندك ايكو سيستم كامل جدا بدأوا يطبقوه في مجال الهيلثكير فمجال الهيلثكير من وجهة نظري كمان هيشهد نموه عالي غير انه الميدل كلاس في الصين بدأ يزيد وبنتوقعين 900 مليون شخص في 2025 احنا بنتكلم امريكا وعلى عظامة امريكا 350 مليون الـ population ككل احنا هنا بنتكلم الميدل كلاس ممكن يوصل 900 مليون فمرحلة الاستثمار والناس واللي هيستخدموها في اشياء كثيرة نيجي مثلا هنا وابغى اتطرق الى موضوع مرة مرة جميل ومن وجهة نظري هذا من اهم العوامل اللي تخليني اؤمن بشركة تنسنت تخيل انه استثمارات الـ revenues اللي دخلتها عن طريق الاستثمارات في شركات مختلفة 43 بليون فنقدر نقول انه شركة تنسنت هي كمان شركة استثمارية يعني كل هذه اللوغوز اللي احنا حطينا شركات هي مستثمرة فيها شركة تنسنت من بدري يعني مثلا Lyft بالنسبة لهم Active Blizzard ليهم JD.com مستثمارين جزء فيها DD.com Shopify Spotify كلها شركات كثيرة هم مستثمارين فيهم خليني اعطيكم على يعني شيء من اللي يعني صدمني جدا بسبب الـ data والمعلومات بالنسبة لهم احنا قلنا عندهم اكثر من 1.2 بليون مشترك على الـ application حقتهم كمية المعلومات والـ data اللي يقدروا هم يتوقع ايش الـ app اللي ينجح ايش المنتج اللي ممكن ينجح يعني ما احد عنده هذه الـ data والمعلومات اللي يقدروا يستفدون فبيستخدموا هذه الـ data والمعلومات في استثماراته تخيلوا انه التراك ريكورد حق شركة تنسنت في الاستثمار افضل من شركة بركشير هاثوي وورين بوفت يعني استطاعوا يرجعوا عوائد 130% في السنوات الماضية رقم مرة كبير يوريك انه بسبب الـ data والمعلومات هم يقدروا يسبقوا اي احد ويستثمروا في هذا الـ app زي ما استثمروا مثلا في شركة مونتوان في شركة ديدي يقدروا يعني بهذه الـ data الكبيرة تقدر تعرف اشياء كثيرة عن المستقبل والمنتجات وحيكملوا بهذا الطريق حتى الان تخيلوا اليوم عندهم محفظة استثمارية فوق 300 بليون دولار الان كده عملت انا هذه في العادة فيه calculator اعمل فيها assessment سريع طبعا من الطرق اللي انا اعمل فيها assessment انا عندي اربع طرق اعمل فيها financial assessment هذه اسرع طريقة calculator جاهزة نحط فيها الارقام المعينة نشوف الـ cash flows اللي اليوم قديش بتدخل لنا الـ operation زي ما انتم شايفين الـ operation cash flow قديش فيها ديون الشركة قديش فيها capital وكاش ونعمل expectation growth وتوقعنا للنمو لهذه الشركة في العشر سنوات القادمة يعطينا رقم متوقع بالنسبة لنا فهو احنا سعر السهم اليوم 72 انا متوقع انه ممكن يوصل 210 في العشر سنوات القادمة هذه واحدة من الطرق اللي نعمل فيه assessment فيه طرق كثيرة اذا حبي نعمل فيها فيديوهات او كورسات انه كيف نشرح عالية الاستثمار بطريقة دقيقة وصحيحة زي ما بيستخدموها في والسريد قلولي فتوقعتنا انه في خلال العشر سنوات تتضاعف تقريبا الى ثلاث مرات هذه الشركة في النهاية ان شاء الله تكونوا حبيتوا حلقة اليوم اعطونا كده رأيكم بالفورمات الجديد وانتظرونا في الحلقات القادمة الى اللقاء